أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك تكليفا من رئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة العمل على افتتاح المرحلة الأولى من مستشفى 500-500 وذلك خلال المرحلة القادمة خلال اجتماعه لمتابعة الموقف التنفيذي لمنشآت المعهد القومي للجديد للأورام بالشيخ زايد مستشفى 500-500 أكد أن المستشفى تعد مشروعا ضخما يتم تنفيذه بالتعاون مع المجتمع المدني وموجها بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية وباتباع أعلى معايير الجودة في تنفيذ العمل مشيرا إلى أن المستشفى يعد إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر